لا تزال واشنطن تعيش أثر الانتخابات النصفية التي حصلت الأسبوع الماضي وفاز الحزب الديمقراطي المعارض بأكثرية في مجلس النواب والحزب الجمهوري حافظ على أكثرية في مجلس الشيوخ قد تؤثر هذه الانتخابات على خمس ملفات أساسية أولا الحرب في اليمن الإدارة الأمريكية تعيد النظر بدعمها للتحالف السعودي في اليمن ويوجد جو في الحزب الديمقراطي أن تخفف جدا أو توقف الولايات المتحدة دعمها لهذه الحرب وقد يؤثر هذا على الوضع في اليمن ملف الثاني هو العلاقات الأمريكية السعودية المباشرة ويتعلق ذلك بحدث اغتيال زميل جمال خاشقجي وتأثيرات ذلك على العلاقات الأمريكية السعودية بالأخص مع وليد عهد أمير محمد بن سلمان الملف الثالث هو الملف الإيراني الحزب الديمقراطي كان يؤيد بشكل عام الاستمرار بالاتفاق النووي مع إيران ولكن حصل ما حصل وانسحبت الولايات المتحدة ولكن قد يدفع الحزب الديمقراطي لا تتشدد الولايات المتحدة في العقوبات الثنائية ضد حلفاء في أوروبا أو في آسيا فقد يؤثر ذلك على حزم أو تأثير العقوبات الأمريكية الملف الثالث هو الملف وجود الأميركي في سوريا الحزب الديمقراطي بشكل عام لا يحبز وجود طويل الأمد في سوريا له ربما موقف مشابه من الوجود الإيراني في سوريا لأن هذا موضوع يتفق عليه ولكن الوجود العسكري الأميركي الحزب الديمقراطي لا يؤيد ذلك بشكل مفتوح قد يؤثر ذلك على المواقف الأميركية حيال ذلك أظن أن الحزب الديمقراطي يميل نوعا ما إلى القبول بنتائج الحرب في سوريا وربما القبول بنتائج وفوز الرئيس الأسد وإلى ما هناك الملف الخامس متعلق بالعلاقات مع إسرائيل وفلسطين الحزب الديمقراطي الصاعد بالأخص جناح بيرني ساندرز له مواقف لأول مرة في الحزب الديمقراطي مؤيدة نوعا ما للموقف الفلسطيني تبتعد شوي عن مواقف الرئيس نتنياهو وهذا قد يؤثر أيضا في أجواء الكونغرس بالأخص لأن إدارة ترامب تحجب الدعم لكل المؤسسات الفلسطينية فعلينا أن نرى في الأسابيع والأشهر الماضية كيف ستتأثر السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط بفعل الانتخابات النصفية ترجمة نانسي قنقر